موسيقى موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين من سلسلة بحوثنا حول الدعاء والدعاء سلاح المؤمن وسلوك الداعي كان حديثنا حول أفضل الأوقات لاستجابة الدعاء ذكرنا في الحلقة القادة السابقة أن الدعاء عبارة عن عبادة وما أعظمها من عبادة وأن الدعاء من العبادات المحبوبة عند الله عز وجل لذلك نرى الأوقات لاستجابة الدعاء متفاوتة هناك أوقات كما ذكرنا في جوف الليل وعند الزوال وغير ذلك وكأن الله عز وجل يريد منا أن نرتبط به من خلال الدعاء الدعاء حال ارتباطية بين العبد وبين ربه لذلك في قولي تعالى وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ الدعاء يربط الإنسان بالله عز وجل فيشعر نفسه الإنسان بأنه أمام رب عظيم أمام رب غفور رحيم يستجيب الدعاء فمن الأوقات المستحبة فيه الدعاء بعد الصلوات المكتوبة أي بعد الصلوات الواجبة هنا ربما المقصود فيه الصلوات اليومية أي بعد صلاة الصبح بعد صلاة الظهرين أو بعد صلاة المغرب والعشاء أو ربما نعمم ذلك بأن كل صلوات الواجبة كصلاة الآيات عند الخسوف أو عند الكسوف أو أيضا عند صلاة الجمعة صلاة الطواف ففي هذه الأوقات تفتح السماء أبوابها لاستجابة الدعاء عند صلوات المكتوبة أو بعد صلوات المكتوبة فعن النبي صلى الله عليه وآله قال من أدى لله مكتوبة يعني صلاة واجبة فله في أثرها دعوة مستجابة يعني بعد خصوصا أيها الأعزاء إذا التزم الإنسان بالصلوات اليومية في أوقاتها فإن الصلاة بوقتها لها خصوصية لفتح أبواب السماء لاستجابة الدعاء لذلك نرى كثير من العلماء بناء على الروايات والأحاديث إذا إجي عندهم واحد وقال أنا عندي مشكلة معينة فيقول له عليك أن تلتزم بالصلاة بأول الوقت الصلاة بأول الوقت تكون هذا الوقت من أوقات اللي تفتح فيها السماء لاستجابة الدعاء ففي أثرها دعوة مستجابة ولكن وللأسف الشديد نرى كثير من الناس خصوصا من الشباب وللأسف إن بمجرد أن ينتهي من الصلاة من أن يسلم الصلاة يقوم ويذهب ولا يؤدي بعض المستحبات المؤكدة عليها كتسبيحة الزهراء صلوات الله عليها ثم قراءة التعقيبات وتطلب حوائجك من الله عز وجل ولكن هناك من يصلي صلاتك نقر القراب على عجلة من الأمر فيصل ويطلع مع أن بعد كل صلاة دعاء مستجاب في الرواية عن إمامنا الصادق عليه السلام يقول أن الله تبارك وتعالى فرض الصلوات في أفضل الساعات الله عز وجل حكيم وبحكمته لما فرض صلاة الصبح في هذا الوقت وفرض صلاة الظهر بوقتها والعصر والمغرب والعشاء اختار الله بعلمه وقدرته ورحمته أفضل الأوقات للصلوات فلذا يقول الإمام في أفضل الساعات فعليكم بالدعاء في أدبار الصلوات بعد كل صلاة عليك بالدعاء والطلب من الله عز وجل بحوائجك إذن بعد كل صلاة يستحب أن تدعو الله ويستجيب الله دعائك كذلك من الأوقات المهمة لاستجابة الدعاء يوم الجمعة يوم الجمعة من الأوقات المحبوبة فإن هذا اليوم يوم عيد في الإسلام من الأعياد الإسلامية هو يوم الجمعة هناك ظاهرة اجتماعية جيدة نراها في بين الأخوة في التواصل الاجتماعي بأن في يوم الجمعة البعض يرسل رسائل للبعض الآخر يقول له جمعة مباركة أو جمعتكم مباركة ويبارك له هذا نوع من الدعاء لأخيك المؤمن أن تبارك له هذا اليوم وتدعو الله أن يجعل هذا اليوم يوم بركة ويوم خير عليك فيوم الجمعة من الأيام المقدسة لذلك نرى فيها مستحبات كثيرة كالغسل غسل يوم الجمعة وقراءت بعض الصور القرآنية كصورة الصافات وصلا جعفر الطيار وغيرها من المستحبات فعن النبي صلى الله عليه وآله يقول إن يوم الجمعة سيد الأيام يضاعف الله عز وجل فيه الحسنات يوم الجمعة يضاعف الله فيه الحسنات ما يعمله الإنسان من خير ويمح فيه السيئات يعني يوم التوبة والاستغفار يوم الجمعة ويرفع فيه درجات ويستجيب فيه الدعوات إذن يوم الجمعة من أيام الدعاء والاستغفار والمناجاة والعبادات خصوصا أيها الأعزاء في آخر الساعة من ساعات يوم الجمعة قال الشيخ الطوسي رحمة الله عليه آخر ساعة يوم الجمعة إلى غروب الشمس هي ساعة التي يستجاب فيها الدعاء طبعا هذا استنباطه من الروايات والأحاديث الواردة فينبغي أن يستكثر الإنسان من الدعاء في تلك الساعة وروي أيضا أن تلك الساعة هي إذا غاب نصف القرص وبقي نصفه وكانت فاطمة سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها تدعو الله في هذا الوقت فيستجيب الله لها الدعاء هنا نقول بما أن الزهراء صلوات الله عليها كانت تدعو الله في آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة يعني في ذلك الوقت خصوصي لاستجابة الدعاء خصوصا إن الزهراء عليها السلام كأبيها وأبنائها المعصومين لها الولاية التشريعية والتكوينية فإن كانت تقوم بهذا العمل يعني يستحب الدعاء في آخر ساعة من ساعات نهار شهر يوم الجمعة وهناك أيضا دعاء يؤكد عليها الإمام الصادق عليه السلام فهذا الدعاء أيضا أقراها كلمات ولكن لها معنى كبير عن إمام الصادق صلوات الله عليه يقول لا تدع أن تدعو بهذا الدعاء ثلاث مرات إذا أصبحت من تقعد من الصباح تقرأ هذا الدعاء ثلاث مرات وثلاث مرات إذا أمسيت أول الليل وعبارة عن أن تقول ثلاث مرات اللهم اجعلني في درعك الحصين التي تجعل فيها من تريد اللهم اجعلني في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد ثلاث مرات تقرأها فعن أبي عليه السلام يقول هذا من دعاء المخزون دعاء عظيم من أدعية يوم الجمعة والمستحبات يوم الجمعة الأكثار من ذكر الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله في الرواية من قال بعد فريضة الظهر وفريضة الفجر في يوم الجمعة وغيرها من الأيام ولكن في يوم الجمعة خصوصية قال اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم لم يمت حتى يدرك المهدي عجل الله تعالى فرجه وإن قاله ما أتمره قضى الله له حوائجه قضى الله له ستين حاجة لذا من أذكار المستحبة في يوم الجمعة هذا الدعاء اللهم صل على محمد وآل محمد قضى الله له ستين حاجة ثلاثين من الحاجات الدنيا وثلاثين من حاجات الآخرة وعن إمامنا الباقر صلوات الله عليه قال ما من شيء من العبادة يوم الجمعة أحب إلي من الصلاة على محمد وآله الأطهار صلى الله عليهم أجمعين إذن هاي من الأدعية المستحبة كذلك قراءة دعاء ندبة بعد طلوع الشمس من يوم الجمعة من المستحبات المؤكدة هذا الدعاء العظيم دعاء الندبة وزيارة الإمام المهدي المخصوص عجل الله تعالى فرجه في يوم الجمعة من الأدعية المستحبة في يوم الجمعة قصوصا آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة دعاء السمات دعاء السمات العل بتسميتها سمات قيل العل بمعنى العلامات وقيل بمعنى الأسماء وقيل هو الاسم الأعظم ويسمى هذا الدعاء دعاء الثبور تعني العطاء باللفظ العبري في هذا الدعاء أهمية إلى درجة أن يقول الإمام من الصادق صلوات الله عليه هذا هو عميق مكنون العلم ومخزون المسائل المجاب عند الله عز وجل فاشفعوا به واكتموا إلا من أهله هذا الدعاء من أسرار أهل البيت لذا يقول الإمام واكتموا إلا من أهله لا تعطوا لأي واحد لا تعطوا إلى من لا يعرف قدر هذا الدعاء لأن هذا الدعاء فيه ما فيه من عمق مخزون وعلم مكنون في هذا الدعاء هذا الدعاء من الأدعية المستحبة قراءتها في يوم الجمعة إذن يوم الجمعة من الأيام ومن الأوقات المهمة للدعاء هذا يعتبر من الأوقات الذهبية إذا نريد أن نعبر عنها في وقت استجابة الدعاء يوم الجمعة نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم أن ندعو الله في يوم الجمعة أن يرزقنا وإياكم حسن العاقبة وأن ندعو أذكر المشاهدين العزاء بأن في آخر ساعة من يوم الجمعة أكثروا من الدعاء في تعجيل فرج إمام زماننا فإن في فرجه فرجنا وفرجكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر